وسامع حد بيقول غرق في النعم وأنا مش قادر أسدد العصات غرق في النعم وأنا مش قادر أجد بعض الأحاجيات الأساسية اللي عندي إزاي أبقى غرق في النعم ده لأن في الحقيقة الحياة اللي تربى عليها كتير من الناس واللي تغمسوا فيها هي حياة أن الإنسان فقط بيعيش عشان بعض جزء صغير جداً من الدنيا مش بيعيش عشان معنى أوسع وهي الحياة الوسعة الأساس هو أنت منعم عليك يعني كل الأشياء اللي أنت بتدرك بيها الجوع والشبع كل الأشياء دي اللي أنت أدركت بيها الحياة دي في ذاتها نعم لأن كل الحاجات اللي أنت طالبة دي لو موجودة والأشياء اللي عندك دي مش موجودة كل ده ولا هيبقى له لازمة السمع والبصر والفؤاد وكل الأشياء والذوق واللمس كل دي نعم فما حدش يقدر يقول أنه هو مش غرآن في النعم لأن دي اللي بتخليك تشوفوا الحاجات دي بنام لسه الله سبحانه وتعالى من الديك ده من بات آمناً في سربي معافاً في بدني عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها إحنا افترضنا أنه عشان نحن نبقى غرآنين في النعم فبتكون الدنيا زي السيناريو اللي إحنا حطينه إحنا حطيني أننا أكسب كذا ويبقى عندي كذا وبقى عايش بالطريقة الفلانية هي دي الغرق في النعم لكن ما ابتدناش الحكاية من أولها إن مين اللي يعرفنا على الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فيعرفنا ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قالش ما حولكم من نعم وما بكم من نعم من نعمة فمن الله فإذاً أنت فيك نعم كثيرة أنت غريق في نعم في باطنك قبل ما تكون النعم دي في حوليك أمر الثاني من الذي يطمس العين هو رؤية النعم عند الآخرين وعدم رؤيتها عند النفس فده يحصل إيه يحصل لدى الإنسان حالة سيئة من حالات انطماص البصيرة وإيه اللي يحصل كلا بران على قلوبهم فيحصل بقى الران على القلب فلا يرى فلا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى ولذلك فمن رضي فله الرضى ربنا يوسع عليه ويوسع مشهده لكن الإنسان ومن سخط فله السخط فإذا سخط وإذا هو لم يرى النعم لا يرى هذا الغرق في النعم ويمكن إحنا عارفين إن أول ناس بقى في العبادة أول من تسعر بهم النار وناس عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتغاء إن الناس تقول عليهم إن واحد مجاهد وبطل والتاني أنفق عشان يتقال عنه جواد والتالت قرأ القرآن عشان يقوله قارئ فأكثر حاجة تخلصنا من ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أنت ترى الله ترى الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى في ناس عبدوا ومع ذلك لم يصلوا وفي ناس عاشوا ولم ينعموا ليه؟ لأن ملتفت لا يصل أنت ملتفت عن الله فمش قادر ترى نعم الله سبحانه وتعالى لكن أنت لو أجليت بصرتك ونظرت إلى الله سترى الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك السبب أن ربنا سبحانه وتعالى وعشان نشوف ده لازم نكون ماشيين بهذا المبدأ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالإيه؟ بالغدات والعشي يريدون وجهه أنت لما تريد وجه الله وترى الدنيا من عند الله يعرفك الله على نعم أنت لا تعرفها زي نعمة إيه؟ نعمة أن أنت تخشى الله نعمة أن أنت تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى أنت لو هذه النعمة ربنا أعطاها لك هتساوي الدنيا وما فيها كمان حضرة النبي لأن ما ينفعش نحن بنتكلم على رمضان نفضل ماشيين في هذا القطار السريع اللي بيفرم حياتنا كلها اللي هو بيفرم حياتنا تحت إيه؟ تحت إن النعم عندنا هي النعم الحسية اللي حتى لما بتكون ما بين إيدينا ما بنقدرش نحس بالسعادة ولا بنكون حسين إن إحنا وصلنا إلى الحالة النورانية والسعة في حياتنا بنفضل عندنا ناس عندهم حاجات كتيرة وحاجة غريبة جدا جدا نجدها الإنسان إن هو بيبقى خايف إن هو لما يبقى عنده يتسرق منه سعادته ليه؟ لأنه بيحصل له حاجة بتلعب عليها النفس قادي اللي أنت كنت عايزه قادي المتع واللزات اللي أنت عايزه قادي الملك اللي أنت كنت عايزه قادي متاع الدنيا القليل فيحس بقى بعد كده هو ده اللي أنا عملت ده كله علشانه أنا إيه؟ فيحس بأنه هو مستعيد لأنه هو مبتداش من عند الله وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حاب يصحح لنا مفهوم الغرق في النعم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وخاصة في نعيم الطاعة إيه اللي حاصل؟ وعرفنا إنها مش فك بعدنا خالص عن فكرة إنه تبقى قشعريدة وتبقى شيء حسي زي من نعمة مش هي بس الأشياء المملوكة اللي حوالينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع يعني إيه أصلي صلاة مودع؟ أودع كل الحسيات دي وأقبل وأقبل على الله سبحانه وتعالى عشان يغرقني في نور أرى به الدنيا أرى الدنيا بنور الله سبحانه وتعالى فساعات تبقى فرحة مع أولادك بتقول هي دي الدنيا وما فيها وساعات بتبقى عندك إن انت حسيت بإنك انت خشعت لله سبحانه وتعالى وحسيت إن انت فعلا حسيت إن انت عبدي لله واستغرقت في هذا الإحساس فسمحت الناس كلها وحسيت إن انت غرقت في النعم ساعتها بس استشعارك ده بيكون هو اللي انت فيه صليت صلاة مودع وتركت ذلك الإنسان الذي غارق في المادة وكبلته وانطلقت إلى ساحة مولاك عزيززيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز